من هم الأشاعر ومن أعلام الهدى فيهم سبحان الله من كتاب الوالد سيد ويد سيد هاشم السيد أحمد رفاع الوزير نابي شيخ الطريقة رفاع الصوفية الصوفية والتصوف في ضوء الكتاب والسن وهذا موقع يعني هو ما خلى موضوع أبو يعقوب إلا يا بشاري دوارد ضم الآراء والعلماء وتقدمين معاصرين عن تصوف رجئتي ورجالتي معتقداتي الموقع لولنا نقرأ بس انتم اسمعوا معنا يقول السيد من هم الأشاعر ومن أعلام الهدى فيهم وعندنا السيد عبد الملك السيد عبد القفور سعى مجيد الشيخ عيسى الرفاعي الصيادي من علامة الصوفية والسادة للأشراف الحسينين يقول يتضح مما مرة من اعتقاد الصوفية أن اعتقاد الأشاعر بقالبا فهم أشاعر يقولوا العلامة السيد الشيخ محمد علوي المالكي للوالد دافع عنا مفتي الحرمين المكة المكرمة المدينة منورة في الملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله دافع عنا في كتاب الرد المحكم مني عشبات من المنيع وكنا نزوره احنا دائما مع الوالد يجهل كثير من أبناء المسلمين مذهب الأشاعر ولا يعرفون من هم الأشاعر ولا طريقتهم من أمر العقيدة ولا يتورع البعض في أن ينسبهم إلى الضلال أو يرميهم بالمروق من الدين واللحان في صفات الله وهذا الجهل بمذهب الأشاعر السبب تمزق وحدة أهل السنة وتشتت شملهم حتى قدل بعض يسلكوا الأشاعر ضمن طواف أهل الضلال ولا سأدري كيف يقرنوا بين أهل الإيمان وأهل الضلال وكيف يساوى بين أهل السنة وبين غلات المعتزلة وهم الجهمية قال تعالى فنجعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون سورة القلم آية خمسة ثادثة ثادثين الأشاعر اللحظة نور أبو سيدك ياسر لا حد يسوي كلام الأشاعر هم أمة أعلام الهدى من علماء المسلمين الذين ملا علمهم مشارق الأرض ومغاربها وأطبق الناس على فضلهم ودينهم هم جهابذة علماء أهل السنة وأعلام علمائهم الأفاضل الذين وقفوا في وجهة غيان المعتزلة إنهم طوائف المحجزين الأشاعر هم أمة أعلام الهدى من علماء السنين الذين ملا علمهم مشارق الأرض ومغاربها وأطبق الناس على فضلهم ودينهم هم جهابذة علماء أهل السنة وأعلامهم علماء هم الأفاضل الذين وقفوا في وجهة غيان غيان المعتزلة إنهم طوائف المحدثين والفقاء والمفسرين من أمة الأعلام منهم شيخ الإسلام أحمد بن حجل عسقلان شيخ المحدثين بلا مراء صاحب كتاب فعترباري على شرح البخاري أشعري المذهب وكتابه لا يستغنعانه أحد من العلماء شيخ علماء أهل السنة الإمام النوي صاحب شرح صحيح مسلم وصاحب المصنفات شهيرة أشعري المذهب شيخ المفسري الإمام القرطبي صاحب تفسير الجامع لحكام القرآن أشعري المذهب شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر عن افتراف أو اقتراف كبائر أشعري المذهب شيخ الفقوة الحديث الإمام الحجة زكريا الأنصالي أشعري المذهب شيخ الإمام النسفي الله صاحب تفسير النفسي صح نسفي إيو الله هذا من أهل خرسان إيران تثب نقول سيدي السواد الأعظم إيو الله بس خلنذكرهم سيدي دملك الإمام الشربيني أبو حيان التوحيدي صاحب تفسير آآ البحر والمحيط الإمام ابن ابن جزي صاحب التسهيل في علوم التنزيل الإمام ابن كثير صاحب التفسير الإمام الشوكاني الإمام الإمام بن عطية صاحب التفسير آآ كل هؤلاء من أمة الأشاعرة ولو أردنا أن نعدد هؤلاء العام من المحدثين ومفسرين ومفقاهوا من أمة الأشاعرة ضاق بنا الحال واحتجنا إلى مجلدات في سرد أولئك العلماء لفضل أن يملأ العلمهم مشارق الأرض مغربة أننا من الواجب أن نرد الجميل لأصحابه وأن نعرف الفضل لأهل الفضل الذين خدموا شريعة سيد مرسلين من العلماء وأي خير رجع فينا أن رمينا علمانا وأسلافنا الصالحين بالزيق والضلال وكيف يفتح الله علينا السبيد من علومهم إذا كنا نعتقد فيهم للحراف والزيق عن طريق الإسلام إنني أقول عن الوالد سيد يوسف الرفوعي هل يوجد بين علماء العصر من الدكاترة والعباقرة من يقوم بما قام بي شيء خلستان بالحجر عسقلان وإمام النوف من خدمة السنة النبوية المطهرة كما فعل هذان الإمامان جليلا تقمد أم الله بالرحمة والرضوان فكيف ترميهما وسائل الأشاعر بالضلال ونحن بحاجة إلى هؤلاء علوم هؤلاء وكيف أن أخذوا العلوم عنهم إذا كانوا على الضلال قد قال الإمام الزهري رحمه الله إن العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم أفما كان يكفي أن يقول المعارض إنهم رحمه الله اشتهدوا فأخطووا في تأويل الصفات وكان الأولى أن لا يسكوا هذا المسلك بدل أن نرميهم بالزيق والضلال ونقضبوا على من عدهم من أهل السنة والجماعة وإذا لم يكن إمام النوف والعثقلاني والقرطب والفقر الرازي والهيثم وزكري الأنصاري وغيرهم من جهابذة علماء وفتاح النبغاء إذا لم يكونوا من أهل السنة والجماعة فمن هم أهل السنة والجماعة إذن إنني أدعو مخلصا كل الدعاة وكل عاملين في حق للدعوة الإسلامية أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسعب السلام خاصة في أجلة علماء وخيار فقهائها ولا خير فينا إلا منعرف لمن قدرهم وفضلهم وهذا محرر من مفاهم يجب أن تصحح 38 عربعين للسيد محمد علوي المالك بعد غير المجامع الموثقة أما الإمام محيدين النووي توفي سنة 676 فيقول رسالته في رسالة المقاس السبعة في أصول طريق التصوف وهي خمسة تقوى الله في السر والعلانية واتباع السنة في الأقوال الأفعال وإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار والرضا عن الله تعالى في القليل والكثير والرجوع لله في السراء والضراء فتحقيق التقوى بالورع والاستقامة وتحقيق السنة بالتحفظ وحسن الخلق وتحقيق الإعراض بالصبر والتوكل وتحقيق الرضا عن الله بالقناعة والتفويض وتحقيق الرجوع لله بالشكر له في السراء واللجوء إليه في الضراء ووصول ذلك خمسة علو الهمة وحفظ الحرم وحسن الخدمة ونفوذ العزيمة وتعظيم النعمة فمن علت همته وارتفعت رتمته ومن حفظ حرمة الله حفظ الله حرمته ومن حسنت خدمته واجبت كرامته ومن نفذت عزيمته دامت هدايته ومن عظم النعمة شكريها ومن شكريها استوجب المزيد ووصول المعاملات خمسة معاملات خمسة طلب العلم للقيام بالأمر وصحبة المشاخ والأخوان للتبصر وترك الرخص والتأويل للتحفظ وضبط الأوقات بالأوراد والحضور والتهام والنفس في كل شيء للخروج من الهوى والسلامة من العطاب العطاب شنو يا سيدي صياد الهلاك الهلاك واخر شوي نور وفطلب العلم آفت صحبة الأحداث سناً وعقلاً وديناً مما لا يرجع إلى أصول ولا قاعدة ولا آفت الصحبة الاقترار والفضول آفت ترك الرخص والتأويل والشفقة على النفس وآفت تهام النفس الأنس بحسن أحوالها واستقامته وقد قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها صورة العام سبعين وأصول ما تداوي به على النفس خمسة تخفيف المعدة بقلة الطعام والشراب ورجو إلى الله مما يعرض عند عروضه والفرار من مواقف ما يخشى الوقوع فيه ودوم الاستغفار مع الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باجتماع الخاطر لصحبة من يدلك على الله من يدلك على الله كان السيد يقول أصحب من يدلك على الله حاله قول يا سيدي ما تذكرون ما تذكرونهم ها يا رب أنت ونعمة الصحبة وسيد فرج اليوم أنت خليك جاي سورة الكاف ديوان والسيد وسر رفاع أنت مين صحبت بحياتك فرج الكفراوي أنا خادم أصحب هنالك